فالعبادات الأصل فيها المنع ربنا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله زي الليلة المحاصل بدعة المولد الجبعاء الفاطميين العبيدين ودين الناس مجموعة من الشيعة كونوا دولة في المغرب أولا كونها الحاكم بأمر الله العبيدي وادعى النبوة ثم ادعى الألوهية وادعى أنه يعلم الغير وقتل المسلمين ثم وقف على المنبر وقال وقتل الحجيج ثم قال أنا الله دي لجاب المولد وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا قال أنا شغال معارضة مع رب العالمين الله يخلق وأنا أكتم دي لجاب المولد الجاب الموالد ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أي زول دار احتفل ببساطة كده هل المولد دين ولا هو جنباز والحركات البعملاء دي وأكله كده يقول لك لا دين عبادة لأله طيب العبادة دي الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه ولا ما عرفه قل لك طبعا لو قال ما عرفه دجنه عبادة والرسول ما عرفه معناه دجنه ده كافر طوالي ولا ما كافر ده كافر عبادة أي الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه ولا ما عرفه لابد يقول عرفه طيب الرسول صلى الله عليه وسلم العبادة العرفة بلغة ولا كتمة لو قال كتمة ده كافر لو قال بلغة نقول له وين الدليل أين احتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا إلا يقوم يجيب لك شبهات يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويقول ذاك يوم ولدت فيه طيب أنت جبت أربعة عشر حمار وستعشر تر وعشرين نعجة وخروف وعام الرز وفتى وانت قلت الرسول صلى الله عليه وسلم شنو في الحديث صام والخرفان ديال جايبين عشان تصوم ديال جايبين صوم وجايب ليك زلابيا لو جابوا كديس ما ينطه هل دا صيام وعامل ليك شاي لبن وجايب النسوان وكده هل دا صيام شان كده الإمام ابن الحاج أو أحد أئمة المالكية قال إنما هذه البدعة شهوة بطن اغتنمها الأكالون ها وقال أمر نفس اغتنمه البطالون في امتى ليس فيه شيء من عبادة عبادة الله سبحانه وتعالى دا غير المصائب الكثير الفوق طيب المول الدين وعبادة هاي هل الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا ما في دليل العلماء الإمام مالك المولد دا ما عرفوا تعرفته الإمام أبو حنيفة الإمام أحمد الإمام الشافعي بتلقى الصلاة ووجوب الصلاة وفرضية الصلاة وكيف تدخل للصلاة وأركان الصلاة وشروط الصلاة وما يبطل الصلاة ومستحبات الصلاة وأذكار الصلاة وكيف تتم الناقص من الصلاة تخش الحي تخش الزكاة تخش الصيام تخش البيوع تخش المساقى غير من أبواب الدين بتلقى كل العلماء دا جاية هو وين المولد تعريف المولد ومشروعية المولد وفروض المولد وشروط المولد ومستحبات المولد ليه العلماء كتموا ليه الإمام مالك يعمل فينا العملية دي لغاية ما نقعد نشاكل للليلة ليه يبقى مادين دا أصلا مادين وإلا زولي جيب دليل طوالي على هذا الكلام لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله دا غير الاختلاط والعهر وغير من المصائب والتبرج الموجود المولد بتاع بحري قبل كم سنة الكهرباء قطعت أربع حالات اغتصاب أربع حالات اغتصاب لأنه جابين ناس في متى يقول لهم دا المرد وماكي السمسمية ودخنه بتاع وجلق وحدات متبرجات والكهرباء قطعت يعني هل حيكون في قراءة آية الكرسي أو في أسكار الصباح والمساء ما حيكون في فواحش في متى؟ ما ممكن يرضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة دا غير الشرك تلقى فوق جابين صورة الشيخ في الخيمة مدد يا دسوقي جوة تلقى فوق أجنوه وأعلم نبات الأرض كم هو نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي دا بتلقى فوق قصايك جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا والتمساح حجر في شن جلوك قلبوا قال ليك الشيخ جر الشمس وأصل القصة أن حوار اسمه جلوك الشيخ رسله يجيب مويا مشى البحر التمساح أكله لغاية ما وقت العصر قرب يمرو مشى رسل الناس قال ليه شوفوا الحاصل شنو قال ليك التمساح أكل جلوك مشى في البحر وقال له قال التماسيح أمرقوا كلكم كلكم مجموع هنا تماسيح جمعوا بر قال له وين التمساح الأكل جلوك داك مرك قال له أمرق جلوك ما بمرق أمرق ما بمرق في النهاية مرك جلوك وقال ضرب جلوك وينقلب حجر من تمساح انقلب حجر وربنا سبحانه وتعالى قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فده كله يا أخواننا لابد الإنسان في كل أمر من أموره أن يزن ذلك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام في هذا الباب يطول و يعني إن شاء الله إخواننا موجودين إذا كان فيه هناك أسئلة أو كذا مباشرة أو غير مباشرة إن شاء الله نفتح الفرصة لأخونا مزرع ترجمة نانسي قنقر